شرفنا أن تبدأ الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشرفين لبلدة البحرين فأهلا وسهلا با في بلدة علاقات أخوية تزداد صلابة ومتانة على مر السنين استحقت بأن تكون مثالا يحتذا في العلاقات بين دول الجوار والمنطقة كافة حيث أن المصير الواحد ومشاعر الأخوة والجسد الذي تنبض به روح واحدة تجسدت في حضور المملكة العربية السعودية للمواقف الثابتة والداعمة لأمن مملكة البحرين واستقرارها التي لا يمكن أن يسعها مداد قلم أو تدون بين دفتي سجل فهي حاضرة وماثلة للحيان منذ قديم الزمن الزيارات الميمونة عجزت اللغة أن تبدع في وصفها لسفينة محبة يقودها ربان بارع وسط أمواج متلاطمة عاتية تطرح ما تطرح من تحديات أمنية وسياسية واقتصادية حصن الأمة العربية والإسلامية والرؤية الثاقبة والواضحة للظروف الدولية والإقليمية الراهنة جاء من خلال رؤية ثاقبة ونظرة حكيمة وبعيدة سطر بها خادم الحرمين الشريفين مواقف عقلانية سديدة حيال مختلف القضايا العربية والإسلامية وهو ما أكده جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المفدى من خلال الدعوة السنوية لحضور المهرجان الوطني التراث والثقافة الجنادرية في تكريس لبنة جديدة في مسيرة تعميق وتوطيد علاقات التعاون المشترك تترجم هذه العلاقة معنى الشراكة الحقيقية وتعميق التعاون في كافة المجالات بما ينعكس إجاباً على وحدة وتماسك الصف الخليجي والعربي سيما مع ما تمر به المنطقة العربية حالياً من تحديات بالقة الأهمية نظراً لما تمثله من أهمية جيوستراتيجية تتقاطع عندها الكثير من مصالح العالم الاقتصادية والأمنية والسياسية في ظل موقعها الاستراتيجي الهم كما أن المملكتين الشقيقتين تعدان نموذجاً في العلاقات العربية العصيلة القائمة على صياقة رؤية مشتركة لترسيخ دعائم التعاون القائم بين البلدين الشقيقين تجاه مختلف القضايا العربية والإسلامية مع التمسك الأصيل بالثوابت العربية والإسلامية لإحلال السلام الشامل والعادل الذي يضمن تحقيق الأمن والأمان في المنطقة